يا صباح الفل على كل الاهلوية الجمدين معانا النهاردة قبل ما نبدأ حلقتنا متعودين دايما نبدأ ونقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب فك الكرب لإخواتنا ما تنسوش الدعوة ليهم ودعمك لنا أكيد بيسعدنا ودايما إن شاء الله مستمرين معاكم قبل ما نبدأ الحلقة النهاردة عن أخبار النادي الأهلي والدوري المصري والشكل الجديد خلينا نتكلم شوية عن رمضان صبحي رمضان صبح اللعب الموهوب باللعب اللي كان بدايته وانطلاقته منذ تصعيده مع النادي الأهلي في وجود كابتال حسام البدري الراجل احترف ورجع وخاد الطريق إنه هو يكمل في أوروبا ولكن جي مع مدير فني ما كانش بيشاركه بشكل أساسي كان محجم دوره في الفريق رجع تاني للنادي الأهلي وفجأة وبدون سابق انذار نتفاجأ إن رمضان صبحي في بيرامنسي ومن وقتها رمضان صبحي موجود في ضغوط اللعب غلط أغلط ولكن الضغوط دي لحد اللحظة دي كانت مقبولة وكانت ممكن يستمر معها رمضان صبحي في الملاعب بشكل طبيعي لحد قرار اللجنة المصرية لمكافحة الملاشطات بإيقاف رمضان صبحي وبعد كده رفع الإيقاف ورجوعه ونتفاجئ مبالح كلنا بقرار اللجنة الدولية لمكافحة الملاشطات بإنها بتطعن على قرار اللجنة المصرية بسبب تصريحات شريف إكرامي شريف إكرامي اللعنة اللي كانت موجودة في حياة رمضان صبحي الراجل اللي هو إكرامي الكبير أثروا على اللاعب وخلوه يترك النادي إلى أهله ويروح بيرامدز اللاعب كان سنو صغير كان لسه تفكيره محتاج اللي يوجهه محتاج اللي يدعمه محتاج اللي يتكلم معاه وجمهور الأهل مرحموش الحقيقة إحنا قصين جدا يا جماعة قصين جدا الحقيقة في حكمنا على الناس وفي تصرفاتنا اللاعب اختار إن هو يروح مكان ويلعب فيه هو براحته أنا خايف على رمضان صبحي الراجل طلع من ضغطه الجمهور وبدأ الموضوع يتنسى شوية دخل في قصة المنشطات وبعد المنشطات والعودة يدخل في قصة كبيرة والموضوع بقى قدام المحكمة الدولية الرياضية ربنا إن شاء الله يعني اللاعب يعرف يكمل ويستمر أنا خايف إن هو يخش في قصة نفسية صعبة تأصل عليه وإنتوا بلاش تبقوا يعني إيه بلاش ترفع السكينة يعني بلاش تتبع كل واحد يغلط ده أنت بتأسي ربنا بتأسي ربنا سبحانه وتعالى ودي أكبر حاجة ممكن تتخيلها في دونيتك لو أنت ناسي ربنا سبحانه وتعالى لا دي أقصى حاجة وأصعب حاجة ممكن تعملها وربنا سبحانه وتعالى بيرحمك وبيغفر لك وبيعفو عنك وربنا يعفو عن الجميع يا رب فالرحمة شوية باللعب بلاش خلاص بقى نترك الكصة دي تماما وإن شاء الله موضوع المنظمة الدولية أنا أتمنى إنه ما ينجحش وإنه ما يقدمش الدفوع القوية ضد اللاعب وإن اللاعب يرجع ويلعب ويمارس حياته بشكل طبيعي عشان ما تتكررش مأساة وتتكرر معاناة بنشوفها كل يوم وأصبحت زي العادة في الكرة المصرية خلينا بقى نتكلم عن الدوري بشكله الجديد وكابتين أحمد شوبر النهاردة وضح كده بعض التفاصيل الخاصة بشكل الدوري في الموسم الجديد رغم رفض أندية كتير الموسم الاستثنائي ولكن غالبا قرار الاتحاد المصري واللجنة اللي هتدير الكرة المصرية بدل من ربطة الأندية المصرية هيكون الدوري من دور واحد سبعتاشر مباراة وبعدها هيتم لعب عشر مباريات على الهبوط أو ثمان مباريات على الهبوط وسبعة على بطل الدوري وده كده هيبقى ستة وعشرين أسبوع والستة وعشرين أسبوع دول انت كده بتوفر حوالي شهرين كاملين على أن الدوري يبدأ ان شاء الله نهاية أكتوبر وينتهي في أول يونيو أو أول شهر ستة ان شاء الله ألفين خمسة وعشرين طبعا الدوري إذا مش بالشكل ده كنادي أهلي انت هتستفيد جدا كنادي زمالك وانت داخل في الكونفاضرية وممكن تكمل فيها تستفيد جدا الموضوع مش خاص بالنادي الأهلي بس نحن لازم نعمل الموسم ده الحاجة الأخيرة بقى نادي الزمالك أنا مش فاهم الحقيقة نادي الزمالك يعني شوية هواية الصراحة يعني قرارات مش طبعية انت طلع تطلع بين رسمي ومبسوط ان لعبك أحمد فتوح رجع للتدريبات مش باصص لأسرة المتوفي ماشي انت حر انت راجل ما بتبصش لحد بس بص للعب بتاعك حتى يعني خلي عندك فكرة شوية بص للعب بتاعك وهو بيحاول يخش في صلحه ويخش في تصالح مع الناس ويدفع ديه والكلام ده وهو أمر شارعي يعني ما فهوش مشكلة بس انت اعمل حساب نقطة زي دي لكن انت تطلع ببيان رسمي مبارح وكأنك بتقول للناس يعني مش عايز أقول كلمة مش مظبوطة يعني أنا حر وانعمل اللي أنا عايزه واللعب بتاعها هيشارك في السوبر يا رجل انت محتاج والله النادي الزمالك ده فعلا يا جماعة والله العظيم محتاج رجل أخصي نفسي كده وراجل بتاع اللي هم بيسموهم تحديل السلوك يقعد مع إدارة نادي الزمالك ويتكلم معهم ويشرح لهم يعني إيه قرارات يعني إيه تصريحات يعني إيه المتحدث الرسمي للزمالك يعني إيه تدرس القرار وتقوله يعني إيه تتكلم يعني إيه قرارك ده هيبقى ليه تأثير هيبقى ليه صادة على بعض الناس على بعض القرارات هيبقى ليه صادة على الفريق نفسه لكن هو ده الزمالك وده اللي تعودناه منه راح المرتضى منصور راح الحسين لبيب جي ده مشي ده ماشيين بنفس الكريزمة بنفس الشخصية بنفس القرارات بنفس الصربعة آآ مفيش توازن مفيش حد عائل تعرف تتكلم معاه حتى في البرامج آآ لما بيقوله تصريحات دايما تلاقي فيه انتقادات دايما تلاقي فيه ضحك حاجة غريبة جدا وكأنه كتب على نادي الزمالك ان هو يفضل مكمل ومستمر في الصورة دي زي الممثل الكوميدي بالضبط كده اللي بيجي يعمل يعمل يحاول يعمل حاجة مثلا فيها دراما شوية او فيها دور تقيل شوية او فيها عمك شوية بيفشل ويرجع للضحك تاني دي كانت حلقتنا النهاردة وكانت اخبارنا النهاردة كان اهم ما فيها نصيحة ليكم بخصوص رمضان صبحي لازم تكونوا فيه قلوبكم رحمة شوية سيبوا اللعب ان شاء الله يرجع للملاعب تاني وينور اي ان كان الفريق اللي هيكمل فيه او يلعب معاه ويا رب دايما اشوفكم بخير وشكرا لكم السلام عليكم